شهداء الكويت تم افتتاح حديقة الشهيد برعاية وحضور صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمنطقة شرق الحديقة تضم نصبا تذكاريا للدستور والذي افتتح بمناسبة مرور خمسين عاما على وضع دستور دولة الكويت إضافة إلى مسرح مفتوح ومتحف للنباتات البرية والطيور الكويتية ومختبر للنباتات الكويتية النادرة تخليد ذكرى الشهداء والاحتفاء بتضحياتهم واجب وطني على الجميع وأمر تحرص الدولة على الاهتمام به عرفانا لدور شهداء الكويت تخليد ذكرى الشهداء مسؤولية وطنية وتضحيات أبناء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداء له تستحق التقدير والاهتمام بحفظها للتاريخ وللأجيال القادمة افتتاح سمو الأمير وسمو ولي العهد حديقة الشهداء تتويج لجهود الدولة في الاهتمام بتخليد الشهداء سمو أزاح الستار عن نصب الشهيد والذي يجسد ما قدمه شهداء الكويت من تضحيات وبطولات من أجل الوطن العزيز مشاريع عدة أقيمت داخل دولة الكويت وخارجها تساهم في إبراز مدى اهتمام الشعب الكويتي وقيادته بشهداء الكويت والتعريف بالتضحيات الإنسانية التي قدمها الكويتيون بسبيل تحرير ورفعة بلدهم في الكويت مناطق وشوارع وحدائق ومتاحف وغيرها تحمل اسم الشهيد الكويتي تخليدا لذكراه مشاريع تكريم الشهداء وسيلة لتعزيز قيمة العطاء في الحياة وأهميته في ازدهار المجتمع وهي لمسة وفاء ليبقى اسم الشهيد محفورا بالنور في قلوب الكويتيين ترجمة نانسي قنقر